ثانيا تحقيق مصالح الأرض قبل مصالح الذات كيف الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكوكب للإنسان يعني هناك منطق غربي ويعني هذا المنطق أيضا موجود في عقول كثير من الناس أن الله خلق هذا الكون أو أن هذا الكون موجود للإنسان فالإنسانية أولا فوق كل شيء ولذلك فحرية الإنسان فوق كل شيء أيضا ولكننا نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق هذا الكون أولا ثم جعل الإنسان مستخلفا فيه للعناية بها فإذا هذا الكون أولا ثم يأتي الإنسان لا نقلل من أهمية إنسانيتنا ولكن عندما نضع الأولويات يجب أن نضعها على الترتيب الصحيح الإنسان عندما وضع نفسه أولا نجده أنه حطم الغابات وسبب التصحر والاحتباس الحراري والتلوث وقضى على كثير من الحيوانات وكثير من التنوع البيئي والأحياء الذي انتهى سببه هذا الإنسان وأنانية هذا الإنسان قتلوا يعني وحيد القرن من أجل قرنه وقتلوا الفيلة من أجل العاج وحطموا البيئة من أجل ماذا؟ أن الإنسان هو أولا يأتي أولا ولكن النظام الإسلامي جعل العلاقة مع الله أولا ثم مصالح المجتمع ثانيا والبيئة ثانيا ثم مصالح الفرد تأتي أخيرا من هنا ومن هذا المنطلق على وجه الخصوص نقول أن حرية الإنسان المطلقة هي فكرة خاطئة لأنها مبنية هذه الحرية يعني مبنية على أن الإنسان يستطيع أن يعيش لوحده وأنه غير مؤثر على الآخرين وأن كل ما يقوم به من فعل أو قول فإنه لا يجب لأحد أن ينزعج أو أن يتأثر هذا في الحقيقة مخالف تماما لنظم المجتمعات الإنسانية القائمة على العلاقات والتعايش المبني على المصالح المشتركة والمبني على المصير المشترك فمصائرنا جميعا مبنية على خياراتنا أو خيارات بعض أفرادنا فبعض الأفراد يتخذ قرارات معينة يتأثر بها من حوله من الناس إذن لا يمكن ولا مكان للحرية المطلقة للإنسان في هذا العالم بسبب هذا التداخل العميق في طريق حياتنا الحرية المطلقة تعطي الأولوية للإنسان وللفرد يعني تعطيه الأولوية في ممارسة حياته وحقوقه ومصالحه دون الالتفات إلى ماذا؟ إلى المصالح الكلية سواء للمجتمع أو للبيئة من حوله أو لأي شيء آخر من هذا المنطلق يعني الغالب في هذه الحريات يعني لا تريد إلا تلبية رغباتها الذاتية ولا تريد أن تطبق الحرية إلا لذات الحرية يعني عندما ينطق بشيء يقول أنا عند الحرية طيب ما المصلحة التي حققتها؟ أنا حققت مصلحتي في تطبيق حرية خاصة إذن تطبيق الحرية من أجل إيش؟ لا لأجل سبب إلا من أجل يعني تحقيق مصالح شخصية أو لذات التطبيق أنا ما عندي سبب يكفيني سببا أني عند الحق نعم إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعنده حرية الإرادة وأفضل ما يتميز به الإنسان أن لديه حرية الإرادة ولكن حرية الإرادة هذه لا تعني بأي حال من الأحوال أنه يصح لهذا الإنسان أن ينفذ كل شيء يريده في أي وقت يريده لأن عليه أن يراعي مصالح أخرى